اشتركوا في القناة لأنه من المحارم أي من يحرم التنافع بينهما فهي بمنزلة أمه وهو بمنزلة ابنها قال تعالى في المحرمات من النساء وأمهات نسائكم والحديث الشريف يقول لا يبيتن رجل عند امرأة سيب إلا أن يكون نافحا أي زوجا أو ذا محرم رواه مسلم ويقول لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري ومسلم فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها وأنت امتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغري وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع أن يقف عند حده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت في نفسها وماله رواه ابن ماجة ويقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخت وأخوان متصارما رواه ابن ماجة وابن حبان والترمذي وحسنة والله أعلم